حبيت قدمج لكم مؤتمر الامن مع الاحداث اللي حواليه اللي حوالين مؤتمر الامن لو رحنا بقى المصر والتعديلات الدستورية مازالت طبعا واخد حيث كبير من الاهتمام وكان في عشر احزاب ومتين شخصية عامة منهم وزراء صابقون شاركوا ببيان رفض التعديلات كان فيه بيان بيقول ان احنا رفضين التعديلات دي والبيان ده بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتطلب توقيع الناس والتوقعات يعني بتنضم كلها في اول يوم حصدوا حوالي 4000-5000 توقيع ولسه مستمرين في نشره خلينا نشوف هذا التقرير عن التعديلات الدستورية وردود الفعل حولها تتزايد يوما بعد يوم واخرها حملة لجمع توقعات شعبية رفضا للتعديلات الحملة تم اطلاقها اليوم بتحالف ضم عشرة احزاب بالاضافة الى اعضاء من لجنة الخمسين التي صاغت الدستور الحالي ونحو مئتي شخصية عامة منهم برلمانيون ووزراء صابقون وحقوقيون واكاديميون وفنانون وصحفيون القائمون على الحملة اعلنوا رفضهم التام للمساس بالدستور واعتبروا التعديلات هدما للعقد الاجتماعي الحالي بالبلاد ومن الاحزاب التي وقعت على البيان احزاب الاصلاح والتنمية والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والكرامة والمصري الديمقراطي والوفاق القومي ومصر الحرية والعيش والحرية وشهد حزب المحافظين استقالات بعد خلافات داخلية حيث اعلن بعض الاعضاء تأييدهم للتعديلات بالمخالفة لقرار الحزب على صعيد اخر تم تداول خطاب داخلي منسوب لمجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة وصف تلك التعديلات بانها اعتداء على استقلال القضاء بوجه عام كما انها افرطت في النيل من مجلس الدولة بصفة خاصة دوليا بدأت اصداء التعديلات في الظهور ولاقت التعديلات انتقادات دولية حادة حذرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها من ان المصريين ينتظرون 15 عاما حالكا من الاستبداد وان ذلك هو ما يهدد الاستقرار على المدى الطويل اما مجلة فورن بوليسي الامريكية فقد انتقدت القادة الغربيين لانهم يشجعون الدكتاتورية وليس الديمقراطية في مصر بحسب المقال وكان 16 برلمانيا فقط حتى الان قد اعلنوا رفضهم التعديلات بالجلسة العامة امس الاول واعتبروها انتكاسة وعودة لوضعه واسوأ ما كان عليه قبل ثورة يناير كما جاء على لسان النائب احمد تنطاوي وما زالت الانظار تترقب ما سيحدث في فترة النقاشات التي ستمدد لنحو شهر ونصف على الاقل ما يترك المجال لاحتمالات شتاء ينضم الينا من قاهرة عبر الهاتف علاء الخيام رئيس حزب الدست طيب اه ده يمكن كان تقرير عن كمان الصحف يعني اللي خلانا نعرف التقرير ده كمان كان انه في بعض الصحف وردود الفعل على موضوع تعديلات طيب البيان ده كان برضو اعتقد زميلناك اتبعت لك ازاي انه بيتبعت دلوقتي على الرسائل وبيتبعت ومنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمفروض انه انك انت لما بتفتحه بتلاقي انه مكتوب ايه الاسباب اللي هما رفضين علشان التعديلات الدستورية وبعد كده بيكون اه مديك انك انت لو عايز تشارك تمضي وتكتب اسمك وتكتب انت اه من فين يعني من القاهرة من اي مكان بالزبط معينا الموضوع المفروض اللي كانت زملتنا بعتته لكم زميلي انه يعني القصة هنا انه زي ما بقول لكم كده ايه الفكرة بتاعت انه ده البيان اللي هو نشروه بعض الاحزاب وانا بحاول بس ادور لكم عليه لغاية ما زملنا يفتحوا عبارة عن انه توقع اتبعت لكم على المسج توقع عليه تفتحه فهيبان لك الموضوع ان انت توقع عليه يعني القصة يعني انك انت لو عايز تشارك في هذا الموضوع ده بالنسبة لبيان ده او يعني الانتشر على الجانب الاخر بدأت مواقع تواصل الاجتماعي يجيبوا تصراحات قديمة كانت للرئيس المكتوب يعني لال التعديل الدستور وانه زي ما بقول لحضراتكم اهوت لما تفتحوا بتلاقوا البيان اللي تكلموا عنه منذ منذ قليل ومين هي الاحزاب اللي كتبه انه اه اللي اشتركت اه احزاب الاشتراكي المصري الاصلاح والتنمية التحالف الشعبي الاشتراكي الدستور الكرامة المصر الديمقراطي الوفاء القومي مصر الحرية وفي احزاب تحت التأسيس وفي اه اه اعضاء كمان من لجنة الخمسين اه اه احمد عيد خالد يوسف طبعا والموائل بتاعته عبدالجليل مصطفى عمر صلاح محمد سامي ومحمد السيد عبلة فنان تشكيلي ووزراء سابقون احمد البرعي حسام عيسى عمر الحلمي كمال ابو عيطة وفيه برضو التوقعات بقى التوقعات زي ما حضراتكم اه يعني اه يمكن اه زي ما كان اتقال انها اه تقريبا اه وصلت لتوقعات يعني كانوا بيقال انها وصلت لحوالي اه خمس تلاف بس مش كلها اه جايبين ومعليش اطلع الفوق كمان معليش هو لا لا انا اسفة انزل يعني الفكر انه هو اهو التوقيع بيبقى ان انت بتكتب اسمك ووزفتك وبتوقع طبعا احنا زي ما احنا بنتفقين انه طبيعي في اي موضوع بيكون ما بين مؤيد ما بين معارض اعتقد ان احنا متفقين على ده في كل الموضوعات اللي احنا بنقشها معاكم فبالتأكيد في مؤيدين للتعديل الدستوري طبعا وشفناهم وفي البرلمان وبينقشوا التعديلات دلوقتي واللي وقعوا على طلب التعديل والموافقين دلوقتي طبعا في البرلمان ما عدا الجزء فاكرين لما قلت لكم هم حوالي 17 بس اللي رفضوا التعديل من البرلمان والباقين كلهم فانا عندي ناس مؤيدة للتعديل عندي ناس كتير في الشارع عندي استفتاءات كانت تتعاملت في بعض المواقع الاخبارية ولقينا نسبة 60% موافقين على التعديلات فاذا الامر هنا انه احنا لا معا ولا ضد حد ولا احنا معنا يعني احنا بنعرض وجهتين نظر ليه اللي رافض رافض وليه اللي مؤيد مؤيد نيجي بقى اللي هم مش مؤيدين للتعديلات بدقوا ينشروا على موقع التواصل عبدالعال 2016 وعبدالعال علي عبدالعال 2019 عشان تشوفوا بس في 2016 كان بيتقال ايه لما كانت فيه بعض الاصوات كده اللي بتتكلم عن تعديل مادة الرئاسة فراح رادد عليهم عبدالعال رئيس البرلمان وقال لهم ايه فخلوا بالكم التاريخة هو 2016 وهتشوفوا كلامه ايه في 2019 فقرة حاكمة في المادة 226 ونحن اصرين عليها في لجنة العشرة وفي جميع الاحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية او بمبادئ الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات المشروعية موجودة والضمانات موجودة بقاء الدولة ضمان الامن هو اعلى الضمانات التي تقتضي تعديل تعديل المادة 226 لمزيد من الضمانات لمزيد من استمرار الدولة لمزيد من دعم وتأكيد المؤسسات الدستورية وايضا لمزيد من امن المواطن والوطن المادة 226 فقرتها الاخيرة واضحة لا لبس فيها والمستشار مجد العجاتي وزير الشؤون البرلمانية والقانونية كان معنا في لجنة العشرة واحنا اللي كتبنا هذه الفقرة نقلا من دستور سنة 1923 فيما يتعلق بالحريات وايضا في دستور بعض الدول الاخرى التي تحصن الحريات العامة والمساواة ومجد الرئاسة اعتقد ان الرسالة كانت واضحة واعتقد الحقيقة واضحت للشعب والجمهور انها كان يكذب ويكذب ويكذب لان النص واضح وضوح الشمس احنا مدينا الفترة لست سنوات وعملنا لظرف تاريخي والشخصية تاريخي نص انتقال سنة 2022 لسيادة ان يقرر الدخول في الانتخابات او لا ولذلك ان مش حاوسكم تقعوا في هذا الفخر بعيد كل البعض الرئيس الحالي عن هذا التعديل هذه رغبة المجلس ويتوقف ايضا على ارادته سنة 2022 وممكن المجلس نفسه اللي جاي يروح ويطالبه بالترشح كما حدث يعني المادة اللي هي المفروض من 2016 اللي هي محصنة وقال لك لا يا جوز وكذب كذب كذب اي حد يتكلم ده كان 2016 جيل نهارده قال لك لا احنا عندنا بقاء الدولة دلوقتي هو دي الحاجات اللي احنا يعني بتها يعني هتدفعنا ان احنا نغير في الامور دي وطبعا تشوفتو حضراتكم ما بين 2016 وما بين 2019 ناس كمان وكتير من اللقاءات اللي اتعاملت مع رئيس السيسي نفسه عن موضوع تعديل الدستور وانه السلطة المطلقة وانه حد يقعد في السلطة لفترات طويلة رئيس السيسي في اكثر من حوار ده ده جزء كان من حوار اتعامل مع رئيس السيسي حول هذا السؤال في مصر ما فيش مجان لدكتاته الخلاص في مصر حيتم تدول السلطة كل اربع سنوات ولانه يستطيع اي حاكم في مصر انه يستمر في مكانه بعد انتهى فترة ولايته تبقى للقانون وتبقى للدستور وليرادة المصريين ده امر لازم تكونوا متأكدين منه ما فيش دكتاتورية ولا فيش استمرار في السلطة للابد في مصر لا كل اربع سنوات وده ترن رئاسة ويبقى من حق الشعب انه هو يختار رئيس تاني وده احد مكاسب السورة والدستور والقانون ما فيش مجال لحد انه يقعد فالمفترض انه زي بقول لحضراتكم انه كان فيه من وقت ما تعمل الدستور ده وان مصر هتمشي على هذه الخطوات بانه ما يبقاش فيه يبقى فيه فترتين زي ما معمول به في الولايات المتحدة الامريكية وفي بلاد كتير جدا موضوع انه فترتين للرئيس وتنتهي بعد 8 سنين زي ما كان الدستور بيقول لكن بدأت دلوقتي موضوع مناقشة التعديلات واللي من ضمنها تعديلات فترة الرئاسة انها تبقى 6 سنين بدلا من 4 وانه معروف تغيير اي دستور وتعديله ده معناه انه الرئيس الحالي يسمح له الترشح كانه بيترشح من اول جديد وانه تبتدي الفكرة في انه هتبقى 6 سنين و6 سنين يعني انه لو تم تعديل الدستور وانه الشعب هيعمل استفتاءات طبعا زي ما حضراتكم ما هو رأي الشعب اوكي وهيبقى فيه استفتاء هيطرح التعديلات دي للاستفتاء وهيكون بناء على رأي الشعب وانه كده زي ما قلتلكم قبل كده انه هتكون خلاص 8 سنين اللي هما اللي فاتوا دولا هنبدأ من اول موضوع 6 سنين و6 سنين يعني 12 سنة يعني كده انه ممكن يبقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا بمصر لعام 2034 المؤيدين لهذا الامر طبعا احنا شفنا المعتردين وشفنا الاحزاب وشفنا الدنيا وشفنا الحاجات اللي بتام انتشارها على مواقع التواصل اجتماعي وشفنا طبعا من المعتردين خالد يوسف والحاجات اللي حصلت شفنا كمان كان فيه برضو معارض اخر ممدوح حمزة وانه كانت السلطات المصرية اعتقلته مساء السبت بتهم اتنشر اخبار كاذبة ثم اخلية سبيله مساء امس الاحد على زمة التحقيقات بكفالة قدرها 20 الف جنيه ولم تورد الشرطة المصرية اي التفاصيل حول القبض عليه ولكن حمزة معروف بنقده اللازع للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسابه في موقع تويتر هو مهندس ناشط سياسي حقوقي بارز اشرف على مكتبة الاسكندرية ومن المشاركين البارزين في صورة يناير وعمل حمزة في عدد من جامعات البريطانية والمصرية محاضرا في الهندسة الميكانيكية وفي اول ديسمبر الماضي السلطات المصرية كانت القبض عليه بتهمة الدعوة للتخريب والتمرد والتظاهر قبل ان تفرج عنه بعد القبض عليه بساعات ورغم تحمسه للتظاهرات 30 يونيو التي مهدت للانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي الا انا ممدوح من اشد المنتقدين للسيسي ونظامه وضد تعديلات الدستورية مين تاني مين بقى اللي بيقايد حزب التجمع اصدر بيان بيقايد فيه مبدأ تعديل الدستور لانه برضو زي ما كتير قوي بيقولوا هو مش قرآن ولا إنجيل يعني اين المشكلة ان احنا اللي حطوا بشر وما فيش مشاكل خالص وهل مصر تنفع يكون فيها ديمقراطية ويكون فيها تداول للسلطة يا جماعة انتو هتكذبوا على بقى يعني هنفسكوا ولا هتقولوا ايه ما هو لا ما ينفعش في مصر انه يحصل فيه ديمقراطية ونبص تلاقي ومين متاح مين ممكن ياخد مكان السيسي انا كده بقول لكم اهو الرأي ده والرأي ده مين تاني مؤيدين لتعديلات الدستور حزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية الحزب الحركة الوطنية اعلن عن موافقة الحزب لتعديلات الدستورية المقترحة من خمس اعضاء المجلس النواب وقال انه هو بيوافق طبعا على مبدأ التعديلات الدستورية ولكن فيقليهم بعض الملاحظات كمان كان النائب عمر ابو اليزيد وافق على التعديلات الدستورية ويعني في عدة نواب كمان اثار جدل شؤية موضوع برضو انه ابونا مكاري يونان برضو كان تحدث على انه موضوع برضو ان الدستور ما فيش مشاكل انه يتعدل انه هو مع تعديل الدستور زي ما بقول لكم يعني كتير جدا ايدوا التعديل وكتير تاني او يعني غالبا هتكون نسبة حكاية ستين اربعين سبعين تلاتين عموما المؤيدين للتعديلات ولبقاء الرئيس السيسي لانه ما فيش بديل مصر ما ينفع فيها ديمقراطية الرئيس عمل انجازات كتيرة وانتو مش معقول مش شايفين الانجازات وانه 8 سنين دي فترة صغيرة قوي عليه المفروض ان هو يستمر فده كان من ضمن اللي تقال زي ما قلت لحضراتكم كان ابونا مكاري يونان وهنسمع برضو ده كان برضو طبعا اثار جدل الكبير قوي وانه موضوع انه يتقال لامور سياسيا في العزة ولكن طبعا الناس تاني قالوا ابونا مكاري مواطن زي اي مواطن وانحقوا انه يقول رأيه العاصمة الجبارة ديخ يكملها ويكون ولايته الى نهاية الحياة مش يمده اربع سنين ولا ست سنين زي الدستور الماضي لا ربنا يدي له طلط العمر لنهاية عمره يظل درائي الخاص درائي الخاص انسان ماشي بتخطيط علمي بتخطيط علمي عمرنا ما اسمعنا في بلدنا واحد يقول عشرين تلاتين يعني سنة تلاتين حيبقى فيه كنس عمرنا ما اسمعنا ده ما اسمعناش الكلام ده كل اللي كان ييجي هد اللي فات عمرنا ما اسمعنا انسان بالاصالة ديخ والمحب دي والعقلاني والابتسان لا يفرق بين مسلم وبين مسيحي واللقيخ بكذا الموضوع عرضنا على حضراتكم من هم المؤيدون للتعديل الدستوري والبقاء الرئيسي حتى نهاية العمر ومن الرافضون للتعديلات الدستورية وانهما مع تداول السلطة قبل ما ندخل على الابت عايز اقول لحضراتكم الابديت بالنسبة ليه او الجديد بالنسبة للموضوع العمل الارهابي اللي حصل في ميدان او في الضرب الاحمر واللي سمي زي ما قلتلكم هيتسمى الضرب الاحمر صد البلد وكتير من المواقع نشرت صورة الارهابي واسمه الحسن عبدالله عنده 37 سنة وهو ده الارهابي اللي فجر نفسه في منطقة الضرب الاحمر ده الجديد برضو بنحاول نتطمن على المصابين كان اعتقد فيه فيديو برضو وزير الصحة لا محافظ القاهرة او حد من المسؤولين ووزيرة الصحة كمان طي ظهروا المصابين وبيتقال ان المصابين خمسة وكان فيه احدى المواقع نشروا عفوا انه من ضمن المصابين ايطالي رغم انه كان بيانة داخلية بيقول ان ما فيش مدنيين في المصابين فعموما زي ما قلتلكم كده ان احنا يعني بنحاول نشوف الاخبار فكانت وزيرة الصحة تتفقد مصابي الحادث الارهابي وتم نقلهم المستشفى الحسيني الجامعي وطبعا بيتطمنوا عليهم يعني معرفش زي كان زميلنا بعتوا بالضبط دلوقتي المصابين اللي تقال ان هم خمسة وفي بعض المواقع اكدت وبعض القنوات كمان اكدت على انهم خمسة وانهم حالتهم مستقرة وانه يعني مش بس من امناء الشرطة الدستور قال برضو التحافز على كاميرات المراقبة وكان فيه اهو بالاسماء مصاب وانفجار مصراوي كان بقى كاتب اهو الخبر بالاسماء حصل مصراوي على اسماء المصابين في حادث انفجار عبو ناسفة اثناء متارضة قوة امنية لعنصر ارهابي متعارض في استهداف قول امني بميدان الجيزة المصابون هم محمد سالم سليمان 32 سنة معاون مباحث الجمالية وضابط شرطة احمد محمد فاخر 38 سنة وعقيد شرطة شهاب مرتضة حلوتهم زنهم ابراهيم 44 سنة وحسن محمد محمد 16 سنة وطالب بجامعة الازهر ايطالي الجنسية يدعى اوتاك باك 25 سنة دول حضراتكم المصابون في حادث التفجير اللي حصل في مطاقة الضرب الاحمر محمد سالم احمد محمد وعقيد شرطة شهاب مرتضة دولا اللي من الشرطة وعندنا حلوتهم وعندنا حسن وكمان الاطالي الجنسية اللي هو اوتاك بقى عندنا ستة مصابين تم نقل اربعة الى مستشفى الحسين الجامعي واثنين لمستشفى الشرطة حيثوا يخضعونا للعلاج اللازم وقلنا من شوية يعني قلنا في بداية الموضوع التقرير البيان اللي كان بالداخل اعتقد كده يبقى احنا مع حضراتكم في التحديث بالنسبة لهذا الخبر اسمه الحسن عبدالله هل يترى انتشرت عنه بعض فيه كمان صورة للاشلاق هيا ما فيهاش حاجة على فكرة احنا بس بنبقى يعني عايزين يعني نتطمن قبل ما نعرض اي حاجة ان ما فيهاش حاجات تصير او يكون فيه اطفال ولكن دي اهي الثور للعجلة والاشلاق اللي هي خاصة بالارهابي الحاجات التانية مش هنقدر نعرضها كويس احنا عرضنا لاتنين بس دول بعد كده فيه مشاهد صعب ان احنا نعرضها على حضراتكم ربنا يرحمنا يا رب مش عارفة ليه بني ادم يعمل كده في نفسه ويأذي اخرين يعني ما زي البنت اللي هي شميمة دي بتاعت بريطانيا لو شفتوا فعلا التقرير لو تسنى ليه ان انا اقدر اجيب لكم الكلام والتصراحات بتاعها تحسوا انها حد مش طبيعي يعني فعلا يعني حد تلعب في دماغه وحد يعني عادي عندها ان يتقتل يعني عادي ايه المشكلة ما هم ما انت زي حار زي لما بيبقى في الحرب يعني وعادي ان يتقتل وايه يعني لما يتقتل مدنيين واطفال والنساء يعني ايه المشكلة لما داعش ما فيش ايه مشكلة يعني حالس فهدا الوضع يعني زي ما بقولكم ما فيش اعتقد اي تفاصيل اخرى عن هذا الارهابي غير اسمه فقط يعني الحسن عبدالله سبعة وثلاثين سنة هيطلع بقى يعني ممكن الحلقة الجاية نكون هتوقف عند هذا القدر يعني على تبور ان كل المداحد الوقتي هو الارهابي صوره والتأكيد على انه هو من نفذ وقعتين الاستقامة والدرب الاحمر هو المسؤول عن الواقعتين